فولكسفاجن أفصحت عن خطط لطرح سيارة رياضية مصممة خصيصاً لسوق أمريكا الشمالية مع عزمه على استثمار 7 مليارات دولار في المنطقة سعياً لزيادة المبيعات صانع سيارات الأكبر في أوروبا أكد الهدف المتمثل في بيع 100 ألف مركبة فولكسفاجن وأودي سنوياً في الولايات المتحدة بحلول عام 2018 الشركة قالت إن هذه الخطوة علامة على تجديد الالتزام بالسوق بعد انخفاض مبيعات علامة فولكسفاجن التي تعالي من استمرار انخفاض تقييمها في الولايات المتحدة